السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم ورحمة الله. ازايكم ورحمة عاملين ايه ربكم كويسين? واهلا بكم في حلقة جديدة مع ابو العباكر. قبل اي حاجة وقبل ما نتكلم في تفاصيل. لو ما استفدتش حاجة من الفيديو ده او ما طلع لكش فلوس من وراء الفيديو ده. يلغي المتابعة وما تكملش معي. لان انا النهاردة مش مجرد بس ان انا جايب لك موقع بتربح منه. لا الموضوع مش كده. الموضوع ان الموقع ده انت هتبقى فيه موظف او بمعنى اصح زي كده مندوب مبيعات. مش انت برضو تعرف حد مندوب مبيعات في شركة او انت كنت مندوب مبيعات في شركة بتاخد العربية من الشركة وبتطلع بيبقى معاك بضاعة بتلف على المحلات وبتبيعها. هي دي شغلتك بالزبط بس بدل ما تلكب العربية وتلف على المحلات. انت قاعد في بيتك والمنتجات اللي انت هتباعها كلها هتباع اونلاين. طب هتباعها ازاي? ما تشغلش بالك بالنقطة دي خالص? عشان مش هتلعك من الفيديو ده الا لما تعرف انت هتبيع المنتجات دي ازاي? مش كده وبس انت اقل عمولة من المنتج اللي هتبيعه النهاردة بيطلع لك منه خمسين دولار او اربعين دولار. وفيه منتجات العمولة بتاعتها بتوصل الامتين وتلاتين دولار للمنتج الواحد اللي انت بتبيعه. الموضوع ببساطة شديدة عبارة عن متجر كبير جدا. فيه كمية منتجات وخدمات كمان. كل اللي عليك انك بتاخد المنتج ده او الخدمة دي وبتباعها لاي حد. فيه مليون طريقة للبيع وحنقول اهم طريقة للبيع واللي كل الناس جربتها وكل الناس نفعت معاها. اني مفيش حد جرب الطريقة اللي انا هقولك عليها النهاردة دي ومجدش معاه. يعني اللي له فيها واللي ملوش فيها بيبيع وبيسترزق من موضوع ده. بس طبعا كل اللي مطلوب منك انك تكمل الفيديو عشان بتفهم الدنيا ماشي ازاي. وتعرف ايه هي المنتجات اللي انت هتشتغل عليها. كمان عندك اتاحة ان انت تشتغل على كل المنتجات. يعني على سبيل المثال لو اخدت لك عشرين منتج وسوقت للعشرين منتج دول مش هتبيع واحد. اجباري بتبيع اجباري. وطبعا كده كده الارزاء على الله بس السعي ده اساسي. لو انت فاكر ان انت وانت قاعد في البيت من البداية كده وبين غير المجهود وبين غير اي حاجة كده تكسب الفلوس على طول فانت تبقى غلطان. وقم واحد في الربح من الانترنت بالذات هو السعي. في اي حاجة في الدنيا بس الانترنت بالذات لانه بيبقى عايز ان انت تقعد تدور وتبحث وتتعب شوية عبالة ما تبدأ تجيب مصدر الرزق بتاعك. انا يا سيدي جايبه لك لحد عندك وكل اللي مطلوب منك ان انت تركز معايا وتكمل الفيديو للاخر وتتبع الخطوات اللي احنا هنقول عليها عشان تضمن ان انت يجي لك ربح. قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا هتلاقوا اجابة بتاع الادوات المستخدمة موجود في صندوق الوصف. كمان لو حابين تتابعوني على منصات السوشيال ميديا هتلاقوا تحت اللينك بتاع رابط الادوات المستخدمة لينك تاني جواه كل منصات السوشيال ميديا اللي انا عليها تقدر تتابعني من عليها. وهتلاقوا الايميل بتاعي دلوقتي يزهر لكم على الشاشة عشان اللي حابب ان هو يتواصل معي في شغل ولا اي حاجة عشان لقيت ناس كتير بتابعت لي على الجيميل والجيميل بتاعي في مشكلة فده الايميل البزنس اللي تقدر تتواصل عليه من خلاله معي لو عندك بزنس او عندك شغل او عندك اي حاجة. والله بينا نخش في فرح النهارة. طيب ده الموقع اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة وهو ولا ما يعرفش ايه هو 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 اكبر واضخم واقوى منصة اسويق بالعمولة. وطبعا تقدر تبحس عن ايه هو وتشوف التقييمات بتاعت وهو يعتبر فعليا شركة فيها مناديب مبيعات وفيها جميع المنتجات اللي تختر على بالك. ويعتبر من اكبر وافضل المواقع اللي بتدي عمولة للمنتج الواحد فقط. في منتجات هنا عمولتها بتبقى مية ومية وخمسين دولار. يهو انت بكل سهولة لو بعت منتج واحد بس يخش لك مية وخمسين دولار. موضوع جماعة مربح وما فيوش هزار. ومش عايزك تنع اهم ابدا ازاي هتبيع الحاجة دي. انا زي ما قلت لك في اول فيديو وعدتك ولو انا مش قد وعدي. ولو لقيت كلامي مش جد او ما استفدتش من الكلام اللي انا هقوله او ما خدتش فلوس من وار الفيديو ده. ليك عندي ساعتها طلب انفزه لك قدام الناس كلها. بس كل اللي مطلوب منك انك تركز معايا وتكمل الفيديو. يلا بينا نخش على الشرح العملي على طول. اول حاجة بنعملها بندوس على الثلت شرحة اللي على اليمين وبندوس على طبعا احنا لسه ما عندناش فبندوس على طبعا بنسجل زي اي موقع ما فيش اي مشكلة بنختار البلد اللي احنا قاعدين فيها. بكتب اول اسم. باني اسم. بدخل رقم التليفون بتاعي. وبعد كده بدخل الايميل بتاعي. وبعمل آآ باسويد. بناخد بالنا من الباسويد اللي احنا بنعمله بيقول لك على الاقل حرفين كابتل. وعلى الاقل حرفين سمول. وعلى الاقل رقمين. وعلى الاقل رمزين مختلفين. يعني مسلا ات. علامة الدولار. علامة آآ يساوي. اي حاجة. وما تعديش الاتنين وتلاتين حرف وما تحطش مسافات. وبعد كده بدوس على كونتينيو تو تيرم اند كونديشنز. وبعد كده برجع تاني. بيكون علم على والكلام ده. وبعد كده بدوس على كريات اكاونت. بعد كده بيقول لك جوين الكليك بنك آآ انا بقول له لا شكرا. بعد كده بيجيب لي الرسالة دي. ودوس على كلمة بعد كده بيدخلني هنا على بتاعي. هنا نيجي الاهم خطوة بنعملها وهو بكمل البروفايل بتاعي. طبعا انا مش عايزك تقلق من اي حاجة فيها انجليزي انت كده كده مش محتاج ان انت تكون بتعرف انجليزي كويس. بتابع بس الخطوات اللي انا بقول عليها. واي حاجة تانية مش محتاجة ان انت تترجمها بالانجليزي لان الموضوع ابسط مما تخيل وهو وقليلك ازاي ان هو بسيط وسهل. ولو حابب انت طبعا تفهم وده يفضل يعني ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه وبتدوس على ايه والكلام ده كله. بقى عندك ما بيقصرش في اي حاجة يعني. بيقول لك خلينا نكمل البروفايل بتاعك. وبنزل تحت هنا بعد رقم التليفون بحط اه العنوان بتاعي مثلا. كده خطوة دي يعني اختياري مش لازم تعملها. بعد كده هنا بتختار المكان اللي انت المحافظة اللي انت قاعد فيها. مدينة. هنا بكتب الجمز البريدي بتاع المحافظة اللي انا فيها. واحنا بنكمل البروفايل بتاعنا هنا بيقول لك هنا تحط اسم الشخص اللي هيتدفع له اللي هو انت بتكتب اسمك عادي. هنا بيقول لك انت هتعمل ايه على الموقع? بتدوس على الحتة دي وبتعمل يعني اسوق للبضاعة اللي موجودة على الموقع. اكني مسوق. وبعد كده بدوس على سيف. هنا بيقول لبروفايل بتاعك اتعمل له بنجاح. دي بقى عندنا شكل بتاعنا. نيجي لتاني اهم خطوة واللي هي من خلالها الحاجة اللي هتتباع من على الموقع يكون اسمك فيها. وبدوس على الخانة اللي باللازل هنا اللي هي كريات ماي اكاونت نيك نيم. وهواجيكو النيك نيم ده بيطلع فين? بدوس هنا على كريات نيك نيم. اول حاجة هنا الاكاونت طيب بياخد تاني واحدة للافليات المسوق. وباخد النيك نيم. النيك نيم اه رقم انت تكون حافظه. مش لازم رقم مميز. انا خليه مسلا احمد سبعتاشر عشرين. الاسم المتاح بدوس على كده انا بقى عندي نيك نيم. تمام? هبقى واريكو النيك نيم ده هيظهر فين? بس خلينا يلا بينا نخش على المنتجات اللي موجودة. عشان نختار منها ونشوف هنبيع ازاي وهنعمل اين? باجي على الثلاث شرط اللي على الشمال دول. بدوس على كلمة طبعا زي ما احنا شايفين فوق هنا لما نيجي نزوم هنشوف كل المنتجات او الاقسام اللي احنا نقدر نخش عليها. في عندك قسم للصحة. عندك قسم للبزنس. عندك قسم للاكل. عندك قسم الديكورات بتاعت البيوت. عندك حاجات كتير جدا. فاكتر حاجة بتبقى شغال على الموقع ده طبعا من خلال الريفيوهات اللي بتيجي. هو القسم بتاع الصحة واللياقة. لما نيجي نبص على المنتجات اللي موجودة هنلاقي هنا حاجة. الافرج كونفرجن. الافرج كونفرجن ده متوسط العمولة اللي بتطلع للشخص اللي بيبيع المنتج اللي هو ده اللي هو اسمه البايلين. ده منتج زي كده. وفيه تحت برضو منتج تاني اسمه الكايرجوس. المهم ان المتوسط العمولة اللي بتطلع للناس دي مية سبعة وتلاتين دولار. طبعا دي اكتر حاجة اتباعت في القسم اللي احنا بنتكلم فيه القسم بتاع الصحة. دي اكتر حاجة اتباعت. طب احنا عايزين مسلا نشوف تفاصيل المنتج اه اللي احنا هنبيعه او تفاصيل المنتج اللي احنا شايفين عليه عمولة قوية بيدي مية ستة وتلاتين دولار عمولة. في حاجات هنا بتدي مية وتلاتين دولار. في حاجات بتدي مية اربعة وعشرين دولار. مية حاجات بخمسين دولار وربعين دولار زي ما قلنا. تمام? خلينا مسلا نشوف التفاصيل المنتج اللي هو بطع العصير ده. خلينا مسلا ندوس على كلمة لما تيجي تدوس على الصفحة هتطلع لك التفاصيل بتاعت المنتج. بتقلب فيها وتاخد منها البيانات اللي انت عايزها عشان لو حابب تسوق عليها. عايز تترجمها عايز تخليها زي ما هي عشان لو هتبيع الاجنب او هتبيع حاجة. تمام? او يفضل طبعا ان انت تعمل كده بس مش شرط ان انت تعمل كده. وهقول لك ليه لما نيجي نرجع على الصفحة الورى ومسلا ان احنا قررنا ان احنا هناخد العصير ده عشان نبيعه. فبدوس على كلمة انا عايز اكتب مية ستة وتلاتين دولار على آآ من العمولة على البتاع ده لو انا بعته. فبدوس على كلمة وبيجي لي هنا اللي هو الاسم اللي احنا اخترناه من شوية. اللي هو احمد سبعتاشر عشرين. تمام? وبعمل بعد كده بعمل بعد كده راح مطلع لي اللينك اللي انا هبيع من خلاله. اجي ادوس عليه كوبي. كده انا بقى معي اللينك اللي انا هسوأ له. واللينك ده برضو عشان تبقى عارف باختصار ان لو حد فتح اللينك ده ودخل اشترى المنتج من عليه الفلوس بتخش لك انت. يعني اللينك ده من الاخر مكتوب في بتاعك. عشان الموقع بتاعك يبقى عارف ان انت اللي بعت المنتج ده. فبالتالي اللينك ده مهمة جدا لان اللينك ده هو اللي انت هتسوأ. طب دعالة كده نفتح اللينك ونشوف في ايه. جيت انا كده هو فتحت اللينك مكتوب فيه التفاصيل بتاعة العصير والكلام ده كله. ولو جينا نزلنا الاخر الصفحة عند الخانة بتاعت الشيرة. زي ما قلنا اللينك ده اللي انت بتيجي تبعاته لحد. لما ييجي بقى الشخص اللي انت سوقت له اللينك ده او اللي انت بعت له اللينك او الشخص اللي هيخش واشتري ما هيجي يفتح الصفحة بيلاقي التفاصيل دي وبيي ينزل تحت خالص بيلاقي الخانة اللي بيدوس عليها. الخانة اللي هو بيشتري من خلالها اصلا. طبعا لما العميل ييجي يدوس على الخانة دي بيطلع له جوه مسلا لو فيها ارض مسلا زي كده mist 77 دولار. وبعد كده العميل بيدخل البيانات بتاعت الكارت بتاعه. وبيكتب التفاصيل بتاعتها وفي الاخر بيعمل وهو كده اشتري المنتج. اول ما بيشتري المنتج العمولة كلها بتتحسب على طول لان هو كده كده زي ما قلنا دخل من اللينك بتاعك. ايه بعرفنا ازاي نجيب اللينك بتاع المنتج اللي هنبيعه. طب عايزين نعرف دلوقتي الفلوس بتتحول ازاي? او الفلوس اللي بتجينا بناخدها ازاي? بنرجع للصفحة الراسية بتاعتنا وبندوس على الثلاث شرعة اللي على الشمال. وبنيجي على وبندوس على طبعا هو هنا بيقولك ان انت لازم تربط حساب بتاعك بحساب طبعا انا هنا مش عامل لان انا في السعودية والسعودية مش بتقبل او مش شغال فيها عن متل. طبعا شغال في اعتبر في كل مكان معدد سعودية. كل البلاد فيها فانا لو مسلا هشتغل على الموقع ده لما انزل مصر باعمل حساب واخلي حد يسحب لي من عليه ويبقى يحولي الفلوس. ولكن انت طبعا لو في مصر فالبيبال شغال. طبعا عشان تفعل على زي ما هو مكتوب لك كده. وتربط الحساب بتاعك بحساب وطبعا ده لما تبدأ ان انت تشتغل على يعني مع اول بيع تعملها تقدر تربط حساب بحساب طيب نيجي الاهم خطوة هو ان انا ازاي هسوأ لللينك اللي الناس هتخش عليه عشان خطي تشتري المنتج. حضرتك بكل بساطة هتعمل حساب على الفيسبوك وهتعمل حساب على تيك توك وهتعمل حساب على تويتر. ولو انت في مصر فخليك على الفيسبوك. وهتعمل بوست او فيديو صغير. طبعا الفيديو ده انت مش لازم تطلع فيه بوشك ولا اي حاجة ممكن تخش على الكانفا وتعمل ويجيب تنبلت من على تعمل فيه فيديو تحط فيه الصور بتاعة المنتج اللي انت هتبيعه. او ما توجعش اتمرك بالكلام ده كله. ولو انت هتبيع منتج زي المنتج بتاع مسلا العصير ده هتجيب صور وتحطها على على الفيس وتعمل بوست بس وتكتب مسلا مكمل غزاية وتكتب التفاصيل بتاعة المنتج. وهتعمل اعلان ممول للبوست ده. اعمل اعلان ممول عشان خاطر الفيديو الحاجة توصل لاكبر عدد ناس. وما تلاقش الطريقة مجربة ونفعت مع كل الناس اللي تجربوها. لان انت قريدي بتمول انت قريدي بتدفع. فالفيس او المنصة اللي انت بتدفع من عليها دي قريدي بتوصلك للعملة. وكمان بتختار الفئة المستهدافة. يعني تقدر تختار فئة الرياضيين لو انت هتبيع مسلا عصير اه طاقة مسلا زي ده بتاع الجيم. لما تيجي تعمل اعلان ممول وتدفع البوست بتاعك او الاعلان بتاعك كده كده بيترشح. وطبعا الاعلان اللي انت هتبقى عامله او اللي انت هتبقى عامله هتبقى حاطب فيه اللينك. اللينك ده لما حد بيخش عليه ويشتري. الفلوس بترجع لك. ده رقم واحد رقم اتنين. تقدر تعمل حسابات على كل السوشيال ميديا وتبدأ تسوق لللينك بتاعك في الجروبات. جروبات التليجرام. جروبات الفيس تقدر كمان تحطه على الماركت بلايس اللي على الفيس. تقدر مسلا تحط المنتج على كنك بتبيع حاجة في بيتك. اتفكرش في ان الموضوع اه صعب ان انا يلاقي حد يشتري. لأ. هو انت لو عندك حاجة في البيت عايز تبيعه او عايز تبيع موبايل عايز تبيع اي حاجة مش بتحطه برضو تعرضه على بتحطه مسلا على بتكلم حد من صحابك بتبعته على جروبات بتعمل اي حاجة عشان خطر تبيع التليفون اللي معاك او تبيع اي حاجة عندك في البيت. نفس الفكرة انت عندك منتج وعايز تبيعه. اهم حاجة انك اوعى تاخد منتج واحد فقط تشتغل به او تاخد لينك واحد بس تشتغل عليه انت تخش على كل الاقسام تاخد منها كل المنتجات وتبدأ تعمل آآ لينكات زي ما وجدتكو في الطريقة ازاي تعمل اللينك بتاعك عشان خطر الناس تخش تشتري من عليه وتسوق كل المنتجات اللي انت هتعملها وانت بيع شاطر ومنضوب شاطر وانا عارف ازاي هتجيب العميل بتاعك وده شغل وانت يعتبر نفسك بعد ما سمعت الفيديو ده انت لسه مسترم الشغل بتاعك يلا ابدأ خش اعمل بتاعك ابدأ خوض المنتجات ويلا انزل بيا ودي كانت نهاية الفيديو انا متأكد مليون فيما انتوا ان شاء الله هتستفيدوا من الفيديو ده ولو ما استفدتش او في اي حاجة وقفت معك من الفيديو يا ريت تعرفني وانا هساعدك ان شاء الله لحد ما هتخلصها وفي فيديوهات تانية كتير جاية عن التسويق بالعمولة لان هو المجال المطلوب حاليا وهو المجال الشغال وهو اكتر مجال بيجيب في لوس دلوقتي ان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية سلام